السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إدراك كونجستال جدول ارتفاع سعر 16 نوع دواء منها أدوية للهضم والقولون في الأيام الماضية حدثت العديد من التطورات في مجال الأدوية حيث تم إدراك بعض الأدوية لعينة الجدول وتحدث عن ذلك دكتور علي عوف رئيس شعوبات الأدوية بالتحاد الغرف التجارية يوم السلساء الماضي خلال مداخلة في أحد البرامج أن هناك أدوية تم إدراكها لعينة الجدول رغم أنها أدوية قحة بسبب قرار من هيئة الرقابة المصرية للأدوية وبعض الجهات عندما شاهدوا طلب كثير لهذه الأدوية مع وجود حالات تعاطيلها من جانب مدمنين لذا قرارت الرقابة وضع دوابط لها حفاظا على حياة المواطنين وأن هذه الأدوية موجودة في الترتيب التالي للجدول وليس الترتيب الأول الذي يشمل الأدوية الأكثر خطورة ويجاء على رأس هذه القائمة دواء كونجستيل الذي يستخدم بدرجة كبيرة في أدوار البرد والإنفلوانزا وارتفاع درجات الحرارة على صعيد آخر قرر عدد من الشركات توزيع الأدوية تعديل أسعار 16 صنفا من الدواء بعد ارتفاع أسعارها رسميا وشملت القائمة الآتي دواء سبازمو ديجستين الخاص بعلاج مشاكل الهضم والقولون 30 قرصا ارتفع سعرهم من 2.5 جنيه إلى 30 جنيه دواء وكاربون 30 قرصا ارتفع سعرهم من 27 جنيه إلى 38 جنيه دواء فلوكال 150 ميلي جرام 2 كابسولة ارتفع سعرهم من 17.5 إلى 24 جنيه دواء فورفونت شراب 125 ميلي ارتفع سعرهم من 9 جنيه إلى 10.5 دواء بيو ميكس 500 ميلي جرام ارتفع سعرهم من 11 جنيه إلى 14 جنيه دواء فيلوسيف 250 ارتفع سعرهم من 21.75 إلى 30.5 جنيه دواء فيلوسيف 1 جرام 8 أقراص ارتفع سعرهم من 25.5 إلى 30.5 جنيه دواء فيلوسيف 500 ميلي جرام 16 ارتفع سعرهم من 36 جنيه إلى 40 جنيه دواء مبيلوفيكس 500 ميلي جرام 12 كيس ارتفع سعرهم من 12 جنيه إلى 16 جنيه دواء فرقوسولفين شراب ارتفع سعرهم من 7.5 إلى 12 جنيه دواء مبيلوفيكس 500 ميلي جرام